أسعد الله مساءكم بكل خير أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض وهذه أبرز عنوين اليوم الاتحاد الأوروبي يعلن وقفا فوريا للتعاون الأمني والعسكري وكافة المساعدات للنيجر بعد يوم من وصول مستشاره للأمن القومي إلى جدة بايدن يلمح لاتفاق قادم مع السعودية ثلاثة آلاف مصاب بالفشل الكلوي سنويا في السعودية وعدد عمليات الزراعة تتجاوز الألف ومئتين ومن ملفاتنا في الرابعة أيضا نشرة الرابعة ترصد تعدي مشاريع تجارية وعقارية على أرصفة للمشات في العاصمة الرياض حياكم الله هدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل بتعليق مساعدات النيجر والتي تبلغ قيمتها ما يقارب نصف مليار يورو مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر مؤكدا أن الرئيس المخلوع محمد بازوم يظل الرئيس المنتخب ديمقراطيا ويجب الإفراج عنه فورا ودون شروط وتوعد بوريل بأن انتهاك المؤسسات الدستورية في النيجر لن يمر دون عقاب كما ودع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم مشددا على ضرورة استعادة النظام الديمقراطي في البلاد تحدثت مجددا هذا الصباح مع الرئيس بازوم كذلك مع رئيس النيجر السابق وزملاء آخرين من فيهم الفرنسيون لقد انخرط فريقنا بعمق مع دول متعددة في المنطقة إضافة إلى منورمات مهمة مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كالاتحاد الإفريقي متحدون في إدالة الإجراءات التي حدثت في النيجر ونطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم من أجل الاستعادة الفورية للنظام الديمقراطي في النيجر أمهل مجلس الأمن والسلم الأفريقي قادة انقلاب النيجر 15 يوم للعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم مجلس الأمن الأفريقي ندد أيضا بالانقلاب العسكري في النيجر مشددا على عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الأفريقية كما وطالب بإطلاق سراح رئيس النيجر فورا ودون شروط من بروكسل ينضم إلينا مراسل عربية نور الدين الفريضي نور الدين مرحبا بك معي في نشرات الرابعة من الرياض تهديد من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتعليق المساعدات للنيجر ووقف التعاون حتى العسكري والأمني أيضا كذلك أبرز ما قاله جوزيف بوريل نور الدين يعني موقف جوزيف بوريل هو في الحقيقة يعني مباشرة التعليق فورا لكافة أشكال المساعدات وخاصة التعاون الأمني والعسكري المساعدات التي تم تعليقها تتعلق خاصة بمساعدات الموازنة وتفوق هذا العام أكثر من 60 مليون يورو وكذلك تم التعليق فورا وإلى أجل غير مسمى للتعاون العسكري والأمني هذه الخطة الأمنية العسكرية التي بدأ الاتحاد الأوروبي في الحقيقة مع النيجر في تنفيذها منذ شهر فبراير الماضي وأعلن عنها في جوء تقريبا احتفالي لأن النيجر يعتبر دولة مستقرة تحدث عنها جوزيف بوريل في بداية الشهر من أن الشريك الصلب للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحة الأفريقية الخطة العسكرية تشمل تدريب القوات الأوكرانية عفوا تدريب القوات النجرية في مجال مكافحة الإرهاب تشكيل فيلق لحماية ودعم القيادة المركزية لقوات النجر تجهيز قوات الأمن النجرية بعتاد مثل سيارات ذات الدفع الرباعي ودرجات هوائية وعتاد أمني لمكافحة شبكات تهريب المخدرات وشبكات تهريب البشر الاتحاد الأوروبي كان يعول على هذا التعاون على الأقل لتعويذ ما خسرته الدول الغربية من نفوذ في الميدان على أثر الانقلابات العسكري في بورك نافاسو وفي مالي منذ العام 2000 وخاصة الآن أيضا الاختراقات الكثيرة لمجموعات فاغنر من السودان حتى بورك نافاسو مرورا بمالي هذا ما يخشاه الأوروبيون أن تخسر الدول الغربية مواقع عسكرية لها وهو السؤال المهم يعني ما الذي خسرته دول الاتحاد الأوروبي أو ستفقده بعد هذا الانقلاب في النيجر على كل المستويات الاقتصادية العسكرية الأمنية القواعد العسكرية أيضا كالقواعد الفرنسية مثلا الموجودة في النيجر بعض من الجوانب المباشرة في الخسارة الغربية لخسارتها في النيجر وهي مسألة طرقات الهجرة في وسط النيجر توجد مدينة أو تقع مدينة أجادس وهي نقطة محورية للغاية فيما يتعلق به طرقات الهجرة من كامل الساحة الأفريقي من أجادس سواء كان في اتجاه الجزار أو في اتجاه ليبيا ومن ليبيا إلى الدول الأوروبية هذه النقطة كان الاتحاد الأوروبي تمكن أو توصل مع النيجر إلى وضع بعض الآليات الأمنية ومراقبين ومراقبة أمنية تقريبا لوقف تدفق الهجرة في منطقة الساحة قبل أن تصل إلى دول العبور مثل ليبيا وتولس وبالتالي هناك احتمال بأن يفقد الاتحاد الأوروبي هذه المنطقة المحورية ثانيا هناك قاعدة فرنسية مما لا شك في لا نعلم مصيرها وهناك أيضا القاعدة الأمريكية المسيراتية التي التابعة لأفريكم في منطقة الساحة الأفريقي ولا يعرف الآن واضح أن أشكرك جزيلا قاعدة ربما ستتضح لاحقا ربما ستتضح لاحقا فعلا من بروكسيم رؤس العربي نوردين فريضي شكرا جزيلا لك إذن النيجر ساحة صراع نفوذ غربي روسي حيث تخشى القوى الغربية أن تسير في فلك موسكو كما فعلت دول أخرى في ذات الإقليم تقع النيجر في منطقة مضطربة تعد مركز قوات حلف النيتو في الساحل وتضم أربع قواعد عسكرية فرنسية وواحدة أمريكية كانت النيجر ملاذ القوات الفرنسية في المنطقة بعد طردها من مالي على يد السلطات التي تولت الحكم هناك إثر انقلاب عام 2021 منذ هذا الانقلاب أصبحت روسيا الحليفة الأقرب لمالي حيث سلمتها أسلحة وتقول فرنسا إن قوات فاغنر موجودة في البلاد إلى جانب النيجر أيضا توجد بوركينافاسو بعد انقلاب عام 2022 طردت السلطات القوات الفرنسية وعززت التعاون مع روسيا في شرق النيجر تشاد منذ تولي محمد إدريس دبي الرئيس الحالي السلطة والبلاد تشهد صراعا على النفوذ الروسي الغربي حتى أن واشنطن بوست قالت إن فاغنر تعد لانقلاب في تشاد يقلص الدور الغربي يحدث هذا مع سيطرة روسيا على جمهورية أفريقيا الوسطى حيث وجود قوات فاغنر هناك رسمي إضافة إلى علاقات قوية بين روسيا وأطراف في السودان وليبيا وعلاقات متطورة مع الحكومة الجزائرية كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتفاقا مع السعودية ربما يبرم وذلك بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان في جدة ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بايدن أضاف خلال حملة لإعادة انتخابه لعام 2024 أن هناك تقاربا ربما يكون جاريا بين السعودية وإسرائيل هذا وكان الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان قال في مقالة له أن بايدن يدرس ما إذا كان سينضي قدما في اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والسعودية يتضمن تطبيع العلاقة بين السعودية وإسرائيل إذن تصريح الرئيس الأمريكي بايدن حول إبرام اتفاق مع الرياض جاء ضمن سياق متصل من تصريحات أمريكية مباشرة وأخرى نقلتها الصحف زميل العنود العبدالي تطلعنا في التقرير التالي على أبرز تلك التصريحات والمواقف منذ زيارة بايدن إلى السعودية العام الماضي وحتى هذه اللحظة العنود مساء الخير الفضلي شكرا نايف منذ سنة وخمسة عشر يوما تقريبا حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة في أول زيارة رسمية له إلى السعودية منذ اتخابه زيارة حملت معها قمة أمنية جمعت تسعة دول عربية إضافة لولايات المتحدة وتطرقت إلى الهواجس الأمنية للمنطقة انتهت الزيارة وتبعتها زيارات أخرى لمسؤولين أمريكيين بارزين أبرزهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الذي أجرى عدة زيارات والتقى خلالها ولي العهد السعودي المناقشات في تلك الزيارات لم تخرج للعلن رسميا غير أنه في مرسى الماضي نشرت صحيفة وولستريت تقريرا يتضمن رغبة مشتركة بين الرياضي وواشنطن لترميم العلاقات بينهما الصحيفة الأمريكية إضافة لشقيقتها نيويورك تايمز أفدت بأن الرياض طلبت ضمانات أمنية ومساعدة لتطوير برنامج نووي مدني ونقلت الصحيفتان عن مسؤولين في إدارة بايدن عن وجود إمكانية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط أن تكون جزءا من اتفاق أكبر يشمل خطوات إسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية بداية هذا الشهر تأكدت المعلومات التي تحدثت عن الشروط السعودية مع الرئيس الأمريكي نفسه الذي قال في مقابلة مع CNN أن السعوديين لديهم مطالب بالحصول على طاقة نووية مدنية واتفاق أمني مع واشنطن بايدن وقتها ذكر أن السعودية وإسرائيل أمامهما طريق طويل لتطبيع العلاقات لكن حدث بايدن عن طلبات المملكة لم تؤكده مصادر رسمية سعودية حتى وقتنا هذا تطور حدث قبل نحو 48 ساعة بالتزامن مع زيارة جديدة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان جدة ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا للكاتب توماس فريدمان أفاد فيه بأن بايدن يدرس صفقة كبيرة في الشرق الأوسط وأنه يسعى إلى بحث إمكانية إبرامي اتفاق أمني متبادل بين الولايات المتحدة والسعودية فريدمان ذكر في مقاله أن بايدن يسعى من خلال هذه الصفقة الضخمة إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل بشرط تقديم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين من شأنها أن تحافظ على حل الدولتين ساعات بعدها لو يخرج بايدن بنفسه مؤكدا أن اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية أعود إليك نايف وهذه الحديث عن هذا الملفين ضموا إلينا من جدة الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج الأبحاث ومن واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في شؤون السياسة الأمريكية مرحبا بكما معي في نشرة الرابعة من الرياض أبدأ معك دكتور وليد ما بين اتفاق وشيك لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل واتفاق بعيد المنال قبل ثلاثة أسابيع هذا ما قاله بايدن ليلة أمس وقبل ثلاثة أسابيع في مقابلته مع السنين ما الذي تغير؟ الذي تغير أن ما نراه الآن ليس حدث يحدث بين ليلة وضحاها عندما يكثر الكلام في الصحافة والأعلام خاصة في المنطقة الشرق الأوسط أن كل ما يجري هو عملية إعادة إحياء العلاقات وترميم العلاقات ماذا يطرح هذا الكلام؟ يطرح سؤالا ماذا كانت هذه العلاقات ليتم ترميمها؟ من هنا يجب وبسرعة أن ننظر إلى التغييرات السريعة في واشنطن أولا تحت إدارة أوباما كان هناك ضغطا ليس فقط على المملكة ولكن على دول أخرى في المنطقة لتطبع مع إيران نحن نذكر كيف تم الضغط في موضوع اليمن وبعد ذلك جاء ترمب وتعامل مع التحالف العربي من الند للند وبعد ذلك أتت إدارة بايدن في أول سنة ونصف تقريبا كانت أيضا تريد الضغط وذهب الرئيس إلى جدة وقال ساعدوننا بموضوع أوكرانيا إلى ما هناك ما يجري الآن أن البيت الأبيض شعر أنه عليه أن يكون هناك اتفاق أمريكي سعودي من الند إلى الند لأن المملكة العربية في الأربع أو خمسة أشهر الماضية قد أعادت موقعها في مكان يقول للمجتمع الدولي أنا محايدة أنا لي مصالحي وأنا مستعدة كدولة أن أقيم علاقات مع كل الأطراف بما فيه بالطبع مع شريكها الولايات المتحدة الأمريكية إذن ما نراه الآن هو تغيير أكثر في السياسة الأمريكية من في السياسة الأمريكية دكتور عبد العزيز ما الذي تغير في المطالب السعودية الأمريكية تجاه بعضهما البعض أسأل خير لك ولضيفك وللمشاهدين العربية في كل مكان في الحقيقة في العام الماضي كنا نستمع إلى حوار مختلف من الجانب الأمريكي كان يقول أنه بيوري فزيت سوف نعيد تقييم العلاقة مع السعودية ولكن كان بمنظور سلبي وليس بمنظور إيجابي أما الآن بعد أن تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالية القرار في مملكة العربية السعودية والذي ينبع من مصالحها بالتحديد قبل أي شيء آخر فهناك إعادة تقييم ولذلك طرحت إجمال المواضيع التي تم الحديث عنها بشكل من الجانب الأمريكي ولكن الجانب السعودي لم يتطرق لها في أي وسائل رسمية الجانب الأمريكي تحدث عن البرنامج النووي السلمي بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبناء القدرات الدفاعية المملكة والوصول إلى اتفاق أمني فيه نوع من الضمانة الأمنية من الجانب الأمريكي للمملكة وللي أيضا من منطقة الخليج هذه الجوانب التي كانت مطروحة كان بالمقابل هناك إسرار من قبل المملكة فيما يتعلق بموقفها من السياسة الخارجية وعلاقتها مع الدول فيما يتعلق بروسيا والصين هناك إسرار من قبل المملكة في حرية قرارها الاقتصادي طيب سنتي على هذه الملفات الروسية والصين لكن دكتور فارس هل يمكن اليوم أن يمنح الكونغرس بغرفتين هذه الورقة المهمة للرئيس بايدن قبل حملته الانتخابية تحدث هنا عن هذه الورقة المهمة التي وصفها فريدمان بأنها ستغير وجه الشرق الأوسط لبايدن قبل الانتخابات ويتم الموافقة فعلا على الشروط السعودية فيما يخص التطبيع مع إسرائيل الزميل فريدمان معروف أنه يحاول دعم سياسة الإدارة وتجميلها لأنه نحن في سنة انتخابات وهناك صراع سياسي داخلي كبير بشكل عام كل ما يقال وكل ما يتم التوصل إليه في سنة انتخابية يكون حوله تساؤلات ورد وأخذ نحن نعرف تماما وأنتم تعرفون ماذا يجري في الداخل الأمريكي إذن سؤالكم وجه هل سيقوم هذا الكونغرس بالأكثرية الجمهورية على الأقل في مجلس النواب بأن يهدي هذه الهدية للإدارة في السنة الانتخابية لا يمكنني الإجابة على ذلك ولكن ما يجري إجمالا أن تحتار هذه الأغلبية الجمهورية النقاط التي تريدها مثلا عندما يقول الرئيس بايدن أنا أريد أن أطلب من المملكة العربية السعودية أن تساعدني في اتفاق ما بموضوع إسرائيل ولكنني أنا سأضغط على إسرائيل بموضوع الفلسطينيين إلى ما هناك هذه الأكثرية سوف تمنحه الضوء الأخضر في العلاقات لأنها يهمها العلاقات السعودية الإسرائيلية أما في الإسرائيل ما يتعلق بالاتفاقات الأخرى فلا أعتقد أن الكونغرس سوف يعطيه كل ما يريده من هذا الاتفاق لأسباب سياسية لأسباب سياسية دكتور عبد العزيز ما الذي تعنيه الاتفاقية الدفاعية المشتركة التي تطلبها السعودية فيما ذكر طبعا من بايدن الصحف الأمريكية أيضا مقالة توماس فريدمان والتي يقيل بأنها شرط من شروط الرياض هناك جزئيتين بناء القدرات وتعزيزها والنقطة الثانية هي استخدام القدرات الأمريكية لتعزيز الأمن في المنطقة بمعنى أنه الأسبوع هذا وجدنا أن هناك بوارج بحرية أنها تم اعتراض سفينتين إيرانية بالمقابل فعنده القدرات وعنده الإمكانيات هو فضل في السابق أن لا يستخدم بعض هذه القدرات والمملكة تريد بناء قدراتها وتعزيز إمكانياتها والوفاء بالالتزامات الأمريكية ضمن قدراته المتاحة والموجودة في المنطقة نحن لا نتحدث عن عدم وجود قدرات أمريكية أو إمكانيات أمريكية هي موجودة ولكن نتحدث عن الوفاء بالالتزام فيما يتعلق بأمن المنطقة الذي كان دائما يؤكد عليه في تصريحاته الرسمية دكتور وليد يأتي السؤال اليوم ما الذي يضمن أن لا يأتي رئيس أمريكي جديد مثلا بعد بايدن وينقض أي اتفاق أو أي قانون من الممكن أن يمنح الرياض اتفاقية دفاعية مشتركة مع الولايات المتحدة أن يسهل صفقات السلاح يعني أن يحدث مثلا مثل ما حدث من نقطة ترمب لبعض الاتفاقيات أو بعض القوانين سابقا منها الاتفاق النووي على سبيل المثال لا دون شك يعني العارفين بطريقة عمل السياسة الخارجية لدى الحملات المختلفة يعني كانت مرشح الجمهوري اليوم هو ترمب شأن ما بينه قد يتغير ولكن هذا هو الواقع والمرشح الديموقراطي حتى الآن هو الرئيس ما لم يكن هناك يعني مشكلة مزعجة له إذن في هذا الإطار ما هو تقريبا واضح أن الأكثرية الجمهورية إذا أتت برئيس إلى البيت الأبيض سوف يعود هذا الرئيس إلى سياسة ترمب في السنوات الأربع التي خدم فيها في البيت الأبيض ماذا يعني ذلك؟ يعني عودة إلى التحالف مع التحالف العربي إذن أي معاهدة تريدها المملكة العربية السعودية بالحجم المطلوب لا يمكن لهذا الرئيس أن يعطيها لأنه هو منغمس ليس هو إدارته على الأقل منغمسة بموضوع الاتفاق النووي الإيراني ونجاحه أو عدم نجاحه إذن فيه هناك نوع من ريسك معين إذا ذهب الاتفاق مع المملكة الآن يتمكن أن يعطي بعض الشيء ولكن ليس كل الشيء إذا نجحت إدارة بيدن عندها الأمور تكون مختلفة تماما يتم هناك إعادة تقييم ولكن إذا نجحت الإدارة الجمهورية سوف تعود إلى سياسة ترمب مما لا شك دكتور عبدالعزيز هل ستقبل السعودية بسقف أقل من هذه المطالب الدكتور وليد يقول بأنها لن يعطي هذا الرئيس كل شيء كل هذه المطالب يقصد يعني مثل ما تفضل دكتور وليد أنها سنة انتخابية والكل يحاول أن يقدم وعود حتى وإن لم يستطع الوفاء بها لكن بالنسبة للمملكة مطالبها واضحة وخياراتها قائمة هي أيضا لا تريد أن تقدم تنازلات كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية دون الحفاظ على حقوقها ومصالحها المشروعة في هذا الجانب بالنسبة لإيران هناك نقطتين المفاوضة في الجانب النووي تجمدت تقريبا وأصبح حتى الكبير المفاوضين هناك مسائلة قانونية حولهم والنقطة الأخرى أن إيران تدخلت والتزمت بدعم روسيا بالدرون فهذا أيضا موقف أمريكي لذلك لم يعد هناك مبرر بالتحجج بهذا الجانب المسئولية تكون في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة هناك خطرين أساسية وهي مسئولية دولية تهديدات البرنامج النووي والتي استمعنا فيه إلى تقارير أمريكية تقول أن نسبة تقصيب قد تكون تجاوزت الآن نسبة الثمانين في المئة وأيضا البرنامج الصوروخي وتهديداته على المنطقة ما تطالب به المملكة من أنظمة دفاعية هي لتجاوز هذه التهديدات التي يمكن أن تعرض أمن المنطقة وأمن الطاقة العالمي بشكل عام إلى مخاطر كبيرة دكتور وليد فيما انتم هذا الاتفاق هل يمكن أن تمنح السعودية برنامجا نوويا مدنيا أن تمنح ذات التفوق العسكري أو الأسلحة التي منحت لي تل أبيب سؤال ممتاز أولا أقول أن هناك قراءة مالية اقتصادية لأي اتفاق دفاعي ودفنماسي لما هناك كما فعلت إيران عبر هذه الشركات التي إيران وعدتها بأنها ستفتح لها أبوابها وتحولت هذه الشركات إلى لوبي ضاغط لصالح الضغام الإيراني أو للتقناء الإيراني فنفس الشيء المملكة العربية السعودية عمليا لديها القدرة وهي وقعت بعض الاتفاقات مع بعض الشركات الكبرى بموضوع التسليح أعتقد العام الماضي الآن إذا تم هناك اتفاق على جزء ولو جزء معين من دعم المملكة العربية السعودية بأنواع من الأسلحة هذه الشركات ستتحول إلى قوة ضاغطة على الإدارة وعلى الكوغريس لمصلحة المملكة العربية السعودية عمليا إذن نعم أنا أعتقد أن المملكة بإمكانها أن تحصل على ما تريد أو جزء من ما تريده حتى الانتخابات المقبلة الأمريكية دكتور عبد العزيز هذا الاتفاق نحن نتحدث عن الاتفاق الوشيك الذي يقوله بايدن بكل الأحوال هو من تحدث عنه هل يعني عودة وشيكة للسعودية إلى المعسكر الغربي أن تبتعد عن التنين الصيني عن الدب الروسي أيضا كذلك وتحقق هذا المطلب لواشنطن العلاقة بالنسبة للمملكة مع الصين ومع روسيا هي علاقة اقتصادية وتنطلق من مصالحها في هذا الجانب ولذلك حتى موضوع مشاركة المملكة في عضوية البريكس يعني ربما نستمع في هذا الشهر في أغسطس إعلان موافقة انضمام المملكة وعدم الموافقة على انضمام بعض الدول الأخرى هذا شيء وارد جدا لكن بالنسبة للمملكة مصالحها الاقتصادية وعلاقتها الاقتصادية مع الصين الصين أكبر مستورد من الطاقة من المملكة لا يمكن أن تفرط المملكة بهذه المصالح دون وجود بديل وهي احتفظت بحقها في هذا القرار حتى حينما زار الرئيس بايدن العام الماضي وطرح هذه المطالب أبقت المملكة حقها في الاحتفاظ بقرارها الاقتصادي السيادي بما يتعلق ببيعها للنفط وعلاقتها الاقتصادية القوية بالنسبة لروسيا لا توجد علاقة اقتصادية كبيرة وإنما هو المطلوب كان الموقف والموقف السعودي أيضا واضح ويؤكد على عدم قبول الاعتداء ويؤكد على قرارات الأمم المتحدة ووحدة أوكرانيا قدمت مساعدات إنسانية يتفهم الحدود الآمنة المطلوبة البرية والبحرية لدولة أوكرانيا فهذه كلها نقاط المملكة لم تغير ولكن لا تريد أن يفرض عليها قطع علاقة مع دولة هي اختارت أن تبقي علاقتها معها لوجود مصالح مشتركة ورأينا أن دور المملكة في وجود روسيا ضمن الأوبك بلوس كان له أثار إيجابية وقوية ومتميزة دكتور وليد هل ستكون واشنطن متمسكة بشرط تقليص العلاقات السعودية الصينية؟ طبعا هناك من سوف يحاول أن يضغط ولكن الإدارة فيها من البراغماتيين أي الأطراف التي تفهم أين أصبحت المملكة المملكة لم تعد تابعة كما كانت في الماضي أو بعض الدول المنطقة كانت بالتحالف يعني هي تابعة لمشيئة الاستراتيجية الأمريكية الآن هذا الاستقلال كالتم ليس فقط المملكة ولكن الشركاء العرب للمملكة وغيرهم في المنطقة إذن على واشنطن أنت تعاطى مع الرياض من الند إلى أن تقريبا كما حصل أيام الجنرال دي جول في فرنسا عندما قال أنا أواجه الأخطار على أوروبا وعلى الغرب ولكن أنا لي استقلاليتي في هذا الموضوع أبني العلاقات التي أريدها هذا في عقود سابقة أعتقد أن واشنطن في حزبيها قد فهمت أن المملكة العربية السعودية باتت قوة بحداتها بحجمها وعلاقاتها وكما قال ضيفكم الكريم يعني السعودية ليس هناك من ضغط عليها لكي تقطع علاقاتها لا مع روسيا ولا مع الصين ولكن بالنفس الوقت أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في بسط الاستقرار وبالطبع هناك حلم دائم في واشنطن أن المملكة هي التي سوف تأتي وتختم ختم المساك كما يقال في موضوع الإفاقية الإبراهامية أو العلاقة المميزة مع إسرائيل هذا الحلم الأمريكي سوف يستمر وهناك دكتور عبد العزيز أيضا جهود حثيثة من السعودية في موضوع القضية الفلسطينية هناك دول عربية طبعت مع إسرائيل في اتفاقية السلام بعض بنود هذه الاتفاقيات لم تطبق إلى اليوم خصوصا متعلقة بحل الدولتين كيف ستضمن الرياض بنود أي اتفاق مع إسرائيل أي اتفاق محتمل السلامة من تطبيع أولا الدكتور وجدنا أن الدول التي طبعت مع إسرائيل وعتقدت أن التطبيع سوف يقود إلى السلام لم يكن هناك سلام ولم يكن هناك حل للقضايا والإشكاليات الموجودة موقف المملكة في القضية الفلسطينية ما زال ثابت حول حقوق الشعب الفلسطيني حل الدولتين الذي طرحته عودة اللاجئين يعني كل ما له علاقة بهذا الجانب هناك أصوات مختلفة في إسرائيل ربما ترى أن الضم الضفة الغربية سيكون ثمنه أقل بكثير من العوائد الإيجابية التي يمكن أن تكون وهذا طرحه فريدمن في مقاله قال أن العائد الأكبر على إسرائيل بعد التطبيع مع المملكة سوف يكون قبول معظم الدول الإسلامية بحكم قيادة المملكة عربيا وإسلاميا ولكن بالمقابل المملكة لا يمكن أن تقبل بالتطبيع مع إسرائيل دون وصول إلى حل سلمي يعني ما بين الطرفين وهي طرحت هذه الحلول السلمية وعلى إسرائيل أن تحاول حل موضوعة في الوقت الحاضر طبعا هناك مزايدات في المينو متشدد في إسرائيل في الوقت الحاضر هناك حملات انتخابية أيضا وقضايا داخلية تلعب دورها فيما يتعلق بالمواقف ولكن هناك أصوات واضحة في إسرائيل ترى أن الحل الآن الأمثل هو الوصول إلى حل الدولتين في الوقت الحاضر وإنهاء الصراع للمكاسب التي يمكن أن تكون موجودة لكن المملكة أصرت على موقفها هناك دول في منظمة التعاون الإسلامي أكثر من 35 دولة لها علاقة مع إسرائيل ولكن هذا لا يعني المهم المملكة موقفها ما زال ثابت وصامت أمام هذه القضية أشكركم جزيلا شكرا على المشاركة معي من جدة دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج الأبحاث ومن واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في شؤون السياسات الأمريكية شكرا لكم الرابعة مستمرة وفيها بعد قليل مكافحة المخدرات السعودية تعلن القبض على مقيم لتورطه في الترويج لمائة ألف حبة إنفيتامين حياكم الله من جديد في السعودية أعلنت مديرية مكافحة المخدرات عن القبض على مقيم في الرياض لترويجه مائة ألف قرص من الإنفيتامين كذلك في المنطقة الشرقية قبضت المديرية على مقيم متورط بترويج عشرة كيلو جرامات من مادة الشبو كما قبضت أيضا مديرية مكافحة المخدرات على متورطين في نجراني والباحة بتهمة ترويج الإنفيتامين والحشيش ومن جانبه رصد الأمن العام نحو عشرة آلاف وخمسمائة قرص إنفيتامين مخبأ في منزل تحت الإنشاء كما ألقت القبض على مروجها في محافظة القنفذة بالسعودية أما في الرس فقد قبض الأمن العام على مروج للحشيش ولأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي السعودي من الرياضة ينضم إلينا اقتصاص الوقاية من المخدرات وعضو مدلس إدارة المشروع الوطني الوقاية من المخدرات دكتور سلمان اللحدان دكتور سلمان حكرا معي في نجرة الرابعة لماذا تركز عصابات التهريب دائما على هذه المواد الكبتاجون الإنفيتامين بالحشيش الشبو حقيقة نعترف عالم المخدرات هو سوق وهو من أكثر الأسواق بكل صراحة بكل شفافية هي سوق سوداء للمواد وللأسف عصابات ترويج المخدرات والعصابات التي تستهدف المملكة تهدف إلى التسويق للمواد التي أكثر أو اتطلب عليها بشكل أكبر خلنا نعرف بصراحة هناك للأسف معتقدات تجاه أو تجاه هذه المواد تحديدا اللي ذكرت اسمها يطول العمر جعلت وش هالمعتقدات يا دكتور خلينا نفهم ونفكر شوي بعقليك هالناس اللي تعطوها يعني بعد الشر صحيح اليوم للأسف البعض منهم يعتقد أن هالمواد هذه ما تسبب البعض يعتقد أنه يستطيع التوقف من هالمواد تحديدا في أي وقت بعضهم ما يدرك خطورتها وللأسف يعني كل هالكلام غير صحيح لما نرجع للحصائيات ومجمعات إرادة مثلا في وزارة الصحة نجد أن هالمواد تحديدا هي المواد الأكثر طلبا للتعافي يعني أكثر مرضى مجمعات إرادة يكون العلاج والعافية والنجاة من مثل هذه يا دكتور ويش أعمار وجنس الحالات الأكثر انتشارا عند هالمواد أو المستخدمين لها في السعودية يعني غالبا يرتبط العمر بمسألة طبيعة وشخصية الإنسان عندنا حالات تعاطي في أعمار صغيرة جدا ورسلت حالات يعني لأعمار أطفال وهناك حالات لفوق ستين حتى لكن المتوسط العامي تركز في الفئة العمرية مدون 20 سنة إلى قرابة 40 سنة وهذا مقارب المستويات الدولية غالبا هذه المرحلة خصوصا ما بين قرابة 20 إلى 30 حكم طبيعة فورة الشباب ورغبة بالتجربة وعصمات شخصية مرتبطة للإنسان بشكل عام طيب يا دكتور أنا ما أعتقد لا أنا ولا أنت ولا حتى المشاهدين ما مرت عليهم قصص لأشخاص مثلا استخدموا مادة الشبو وقاموا بأفعال جنونية ولا زالت إلى اليوم تسمع أنه هناك تهريب للشبو وقبض على مروجين وغيرها معنات أنه هناك ناس يستخدمون صحيح لماذا لا زالت في ناس ما أخذت هذه القصة بجدية أكبر للأسف مادة الشبو مادة سريعة التأثير وسريعة الإدمان وكثيرا ما يتم تعاطيها بغير واعي وأقول لك النقطة التي يمكن تستدرج بعض الوقوع فيها أنه يبدأ عاشر بعض المتعاطين ويأتي تسمعهم ويشوف مظهرهم بشكل عام أنهم لم يصر شيء في ذلك اللحظة نفس اللحظة لم يصر شيء لكن الضرر تراكمي ويستمر مرة بعد مرة مشكلة الشبو تحديدا بالذات إدمانيته سريعة وتخلي الإنسان من جرعة ممكن يتعرض للإدمان حسب ما يبلغ كثير بالمتعاطين أنه من الجرعة الأولى أصبح ما يصبح التغيرات يا دكتور التي تحصل فيهم سواء الذي يستقدم الكبتاغون أو الشبو أو فيه اختلافات بينها لا تقريبا الشبو والكبتاغون هي من نفس الفئة كلها من فئة الإنفيتامينات والمشتقات الإنفيتامين بالشكل العام والتي تتسم بأنها مواد تزيد من النشاط الدماغ العقلي وتزيد من إفراز كثير من المواد في الدماغ وتخلي الإنسان يعني في حالة من التحفز والإدفاعية وكثير من حالات العنف والاعتداء حصلت نتيجة لذلك طبعا هذا على أثناء فترة التأثير على المادة الطويل المادة الشبو والكبتاغون أيضا تسبب كثير من الأعراض الذهانية تخلي الإنسان يشوف أشياء يتخيل أشياء وتزيد من مستوى الشك عنده إضافة إلى الضرر الجسدي الواضح تماما في هذه المواد تحديدا هزال نزول في الوزن الضربات حادة في النوم قلة نوم وغيرها كثيرا خيرا دكتور في فرص حتى يتعافوا سواء اللي يستخدموا الشبو من يعني مرات قليلة وخلني أقول من فترة قريبة أو حتى اللي على المدى الطويل في فرص يتعافوا من الشبو من أثاره والله الحمدل منه نعتزن في المملكة في رعاية كبيرة جدا سواء على كل المستويات لموضوع التعافي من تعاطي المخدرات يعني الشبو مثل أي مادة ويمكن التعافي منها أكيد أنه يأخذ الطريق أطول شوي لكن العلاج موجود بإذن الله سواء كان على طريق عيادات خارجية تنويم حسب نوع الحال ومستوى وشدة الإدمان أيضا الرعاية اللاحقة وهي الأهم بموضوع التعافي من كل أنواع المخدرات اليوم نعتزن الحمدل منه أن الجميع شركاء في هذه القضية في دعم التعافي من تعاطي المخدرات اليوم قطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الصحة وغيرها تقدم خدمات علاجية متكاملة والله الحمد أيضا القطاع الخاص والله الحمد في فترة أخيرة نشوف شراكة جيدة في هذا الموضوع وأيضا القطاع غير ربحي من جمعيات خيرية مختصة في دعم التعافي بين تعاطي المخدرات والعلاج جزيلا لك من رياض الدكتور سليمان الحيدان اقتصاص لقائم المخدرات وعضو مجلس دارة المشروع الوطني لقائم المخدرات كشفت بعض الإحصائيات عن تسجيل ثلاثة ألاف حالة إصابة بالفشل الكلوي في السعودية سنويا يقابلها ألف ومئتي عملية زراعة كلها وهو أحد طرق العلاج من الفشل فيما يبقى الغسيل الكلوي الطريق الأخرى والذي تتجاوز عدد جلساته السنوية للمصابين المئة وستة وخمسين هذا ويوصي الأطباء بإجراء فحص سنوي على الكلة للأشخاص بما لديهم تاريخ مرضي كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم أو السمنة لتجنب الاكتشاف المتأخر للإصابة بالفشل من الرياض ينضم إلينا استشاري الجراحة العامة وزراعة الكلة دكتور أحمد شبلود دكتور حيي أكلم معي في النشرة الرابعة من الرياض الله يحييك معدلات الإصابة تحدث على ألف أعفوا على ثلاثة ألاف إصابة تقريبا سنويا عالمية مئة وخمسين هل المعدلات هل المعدلات تقع ضمن المعدلات العالمية المرتفعة المتوسطة المنخفضة والطبيعية أعلى من المعدلات العالمية بقليل بسبب ارتفاع معدل السكري في السعودية يعني مرض السكري في السعودية أعلى بكثير من كثير من الدول وفي إحصائيات كثيرة هنا يعني أجروا الأطباء إحصاءات على المرضى فوق الأربعين سنة تصل إلى 25 إلى 30% من المرضى فوق الأربعين مصابين بالسكر ونسبة إصابتهم بالفشل الكلوي بعد عشر سنين أو عشرين سنة من الإصابة تصل إلى عشر في المئة فهي معدلات أعلى من المعدلات العالمية بقليل بسبب كثرة الإصابات وعدم العناية بالسكري بالطريقة المثلة يعني إحنا يا دكتور ممكن نقول أنه الناس المرضى بالسكر أو الضغط أو الارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي لا قدر الله 50% من مرضى الفشل الكلوي في المملكة سبب السكر والفئات الأخرى 20% سبب ارتفاع الضغط وفي أمراض معينة أمراض مناعة الذاتية تهاجم الكلية يعني المضادات في الجسم تهاجم الكلية نفسها وهذه شيء ما نسيطر عليها إلا بالعلاج والمواصلة المستمرة مع استشارية الكلة لكن نسبة منهم تصل إلى فشل الكلوي لكن أغلب الإصابات سببها السكر والضبط طيب الإصابات المكتسبة يا دكتور يعني ما يكون سببها بالعادة لماذا يكون عندها سكر أو ضغط أو غيرها ما يكون السبب الذي لا عنده سكر أو ضغط نسبة أمراض وراسية مثل الكلية متعددة الكيساب أمراض الضئبة الحمراء تأثر على الكلية التهابات الأوعية ممكن تأثر على الكلية حصوات الكلية نسبتها قليلة هي أكثر شيء منتشر لكن هي أقل الأمراض سببا للفشل الكلوي تعالج بسهولة عندنا أرقام دكتور عن عدد من يقومون بالغسيل الكلوي في السعودية سنويا في السعودية الآن حوالي 25 ألف مريض على الغسيل في كل المملكة فال25 ألف يزداد سنويا لأن الزراعات عددها أقل من حدوث المرض يعني الزراعات تصل إلى 1200 1300 سنويا لكن الإصابات فوق 3000 في السنة بالإضافة ل حتى الناس الذين نزرع لهم بعضهم يصق تفشل الكيلية المزروعة ويزيدون من نسبة مرضى الغسيل في حال بديل آخر غير الغسيل لعلاج الفشل دكتور الزراعة فقط والزراعة يعني هو الزراعة والزراعة يعني يفضل أن تجرى قبل أن يبدأ المريض بالغسيل يعني إذا مريض متابع بشكل جيد وواضح أنه سيصل لمرحلة الفشل نحن نطلب منه أن يبحث في أهله في أقاربه عن متبرع ومطابق شكرا جزيلا لك من الرياض استشارة اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية السويد توبياس بليستروم أن حرق نسخ من المصحف يساهم في تأجيج الكراهية ويحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات وقالت الخارجية السعودية في بيان أن الوزير السويدي أكد لنظيره السعودي إدانة بلاده وأسف بلاده لكل محاولات حرق نسخة من المصحف معبرا عن أسفه العميق لما يقوم به بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح للدستور السويدي بشأن حرية الرأي ومشددا على أن بلاده تسعى لوقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية الرابع مستمره فيها تخصيص 150 مليون ريال ميزانية لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض حياكم الله رصد تقرير لنشرة الرابعة قيام بعض أصحاب المشاريع والمحالة الخاصة بالتعدي على أرصفة للمشات في العاصمة الرياض وذلك بطرق والأهداف المختلفة زميل عبد المحسن الحربي من بعض مواقع التعدي في التقرير التالي على هذا الطريق عديد من المشاريع التي تبنى مقابل ممرات المشاه الكبيرة في هذا الجانب كما تشاهدون هذا ممر المشاه كبير وبوضعه الطبيعي لكن برزت مشكلة أثناء قيام هذه المشاريع في هذا الطريق كان الطريق مكتملا وفي طاقته الاستيعابية الكاملة ولكن الآن قطع للنصف من قبل هذا المشروع الذي وضع الصبات الخرسانية في وسط ممر المشاه وقام بعديد من المخالفات أهم هذه المخالفات هي طمس أو وضع الصبات الخرسانية على اللوحات الإرشادية لمجتمع الكافيفين الذين لا يستطيعون سلك هذا الطريق الذي يبلغ تقريبا كيلو بالإضافة إلى وضع الصبات الخرسانية على أيضا الأشجار من قبل أن يبدأ المشروع هو كان الطريق بهذا الشكل متعدي من هنا وحتى من جهة الطريق العام برضو كان في بعض تعديات على المشاة وهذا أعتقد أنه أبسط حق للناس الممكن يمشون في الطريق هذا الطريق ملك للجميع ما هو ملك صاحب المشروع ولا شيء مشاريع عديدة للشركات تستمر لسنوات في مناسفة طريق المشاة مع المرة بالرغم من أن لائحة اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية لوزارة الشؤون البلدية تشتريط عدم إعاقة الطريق الرقابة الذاتية من الشركة نفسها على أساس أن كلها أعتقد أنها شركات وطنية السعودية فقبل أن تصير الدولة رقيبا عليها مفروض أن يكون رقبا على أنفسهم والله هكيد شيء مضايق وشيء محزن سراحة لكن إن شاء الله أنه يتعدى الوضع ويتحسن عاون التواصل مع الشركات لكن لا أحد يستجيب سليمان المزيد مهندس معماري رافقنا إلى أكثر المشاريع مخالفة التهم المشروع طريق المشاه بشكل كامل بالإضافة إلى انتشار المسامير على الطريق جراء المشروع طبعا هذه منشأة زي كثير من المنشأة تمكنها تعدت على ممر المشاء الخاص بالمشاء والكفيفين وراكبي الدراجات هو ما التزم بالارتداد النظامي غالبا بحكم أن أي رصيف له ارتداد من البلدية بناء على عرض الشارع هو تجاوز هذا الشيء بحكم الأعمال الجارية هذا أيضا أحد المشاريع المتواجدة على الطريق والذي أيضا قام بمخالفات وعمل على سد طريق المشائلة أكثر من النصف بالإضافة إلى ذلك هناك مخالفة أخرى خطيرة جدا حيث أن هذا الشيكو مفتوح وأيضا هو مطل على مشروع بعمق كبير جدا 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 من يدخل إلى داخل هذا المشروع أو يسقط في هذه الحفرة يعني معرض حياته للخطر بشكل كامل جراء هذا العمق الكبير لهذه الحفرة عبد المحسن الحربية العربية الرياض نشرت صحيفة أم القرى السعودية تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض والتي جاء من أبرزها تخصيص ميزانية تأسيسية قدرها 150 مليون ريال كما تم تكليف وزارة المالية وهيئة كفاءة الانفاق وأمانة الرياض بدراسة طلب الميزانية على أن تشمل تفصيل أوجه الصرف والتدفقات النقدية السنوية المرتبطة به وآلية تدبيرها ختام الرابع بأبرز عنوينها الانتحاد الأوروبي يعلن وقفا فوريا للتعاون الأمني والعسكري وكافة المساعدات للنيجر بعد يوم من وصول مستشاره للأمن القومي إلى جدة بايدن يلمح لاتفاق قادم مع السعودية ثلاثة ألاف مصاب بالفشل الكولوي سنويا في السعودية وعدد عمليات الزراعة تتجاوز الألف ومئتين الرابعة ترصد تعد مشاريع تجارية وعقارية على أرصفة للمشات في العاصمة السعودية الرياض شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة دائما العربية دوت نت لمزيد من الأخبار والمعلومات الرابع انتهت يلقاكم بغدنا زمي خالد مدخلي في رعاية الله لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات